المعارضة التركية تستعين بالسيسي لإسقاط أردوغان العنصرية لغة الضعفاء سرطان يدمر المجتمعات يقسمها يفرق بين الشعب وبعضه العنصرية بين السيسي والمعارضة التركية قاسم مشترك في نوعية الخطابات والتصريحات تشابه كبير في نشر الكراهية وتقسيم المجتمع السوريون سيرحلون هكذا أعلنها كمالك الاجدار أغلو مرشح المعارضة التركية الذي قال أنه سيطرد اللاجئين سيعيدهم إلى بلدانهم سيطهر تركيا ممن سلموا البلاد إلى هؤلاء وفي مصر قالوا إحنا شعب وانت شعب أغنية عبرت عن حقبة السيسي وخطابه العنصري فهناك جزء من الشعب المصري يستحق الحبس والقتل والتنكيل فلا حق له في الحياة أو العمل أو الأمان وفي تركيا قالوا أنهم كالحيوانات لا يستحقون التواجد في بلدنا عبارة قالها مواطن تركي في إهانة كبيرة وتحريض فج ضد اللاجئين العرب في مصر رقصوا على جثث القتلى في رابع والنهضة وقفوا بأقدامهم على الدماء التي لم تجف وهم يغنون تسلم الأياد وفي تركيا يقول بعض أنصار المعارضة لمتضرر الزلزال يا ليتكم بقيتم تحت الأنقاط فقط لأنهم انتخبوا أردغان في مصر استهدفوا قطاعا من المصريين فصلوهم من وظائفهم منعوا أبناءهم من دخول مدارس بعينها أبلغوا عنهم منعوهم من ممارسة حقوقهم السياسية وفي تركيا استهدفوا قطاعا من المقيمين بصقوا عليهم في ملاعب الكرة حاولوا منعهم من التحدث باللغة العربية هددوهم بالطرد من السكن والعمل بل والخروج من تركيا كلها العنصرية وباء قاتل للشعوب مقسم للبلدان فارق بين إنسان وحيوان ولكن يبدو أن المعارضة في تركيا أعجبت بخطابات السيسي العنصرية وباتت تنقل منها بالحرف الواحد